السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم هي وصفة زوينة بزاف ولكن ماشي خديتها من كتاب ديال التجميل ولا عرفتها عن طريق مدرسة ديال الحلاقة والتجميل اللي كنت فيها لا هاد الوصفة غزالة بزاف عرفتها من جاراتي من صحاباتي ومن البنات اللي كانوا معايا في المدرسة ديال الحلاقة والتجميل كانوا كيديروها بنات صحراويات البشرة ديالهم مسقولة اش كتاني مسقولة كتاني انها ليس صافية وموحدة في اللون ديالها ولو تكون لبنت صمرة كيهوما كيديرو هاد الوصفة هكذا وصفة موروطة عندهم كيديروها الكبار والصغار بنات صغارات وعيالات حتى من فوق خمسين عام سستين عام كيديروها هاد الوصفة رها رائعة بزاف انا دخلت على بعض تعديلات اللي غنقولها لكم وانا كندير فهاد الوصفة كيفما كتشوفو حطي الجوج ديال الواني فاش غنطيرها توصفة لي انا غنطيرها على الجوج ديال المرات هاد المكون الاول اللي كيديرو فيها هو دوليبران دوليبران في بزاف ديال انواع مثلا هادا بالفيتامين ساي في هادا الباراسيتامول فيتامين ساي يعني اي كمبريمي ديال الالتهابات اللي كتكون فيهم الباراسيتامول هاد الفقاني الكبير عندي في 500 ميلي جرام والاخر الف ميلي جرام متوما خدو اي بغاسيتامول كيفما كان كيلي كتكون هاد الكمبخيمي ديالي هاد القرص كيكون ابيض مكيكونش فيه الفيتامين ساي انا اللي حصل عندي هو هادا اللي فيه الفيتامين ساي ومن الاحسن انه يكون فيه الفيتامين ساي لانا كتعرفو فيتامين ساي هو بحد ذاته راه مبيض ومواحد لللون تبعو معي هاد الوصفة راه هزوين بزاف وانا غنديرها على جوج ديال المرات لانا هم مكيدرها على مرة واحدة انا بغيت واحد المكوين ما نديروش بالنسبة للوجه يعني لكن تقدير هاد الوصفة الجسم ديالك ووجه واحدة تديري هالوجه واحدة تديري هالجسم ديالك المكوين الثاني اللي غدا نضيف هو الماء اي سائل انا هنا استعملت باش جين الوصفة زوينة بزاف عرفين الماورد والدور دياله في توحيد اللون تصفيه وفي انعج ديال البشرة اذا انا غدي ندوبها هكدا كل القرص غدي ندوبه بملعقة كبيرة ديال الماورد ما عندك شديري الماء واحد درت فيها غير ملعقة واحدة هو هذا الاخور شي ملعقة وتقريبا ونصف اذا غنخلي هادا اللي فيه ملعقة ونصف باش نديرو الجسم يعني تلك كل الكيمياء اكثر بسرعة هاد هاد البغاسي طامول او هاد دوليبران راه فوار بسرعة غدي دوب انتي كتزيدك تبقي تخلط غير واحد شوية ديال الوقت هكدا باش كتتسرعي فقط باش كتسرعي اما يلا بغيتي غدي دوب بحديته راه غدي تحطيها هكدا تديري وتخليه و تخلي حتيده بمزيان و هاللي رجعي ليه غتبقي هكدا تحركي فيه كما كتشوفو قدلكم هذا اللي فيه كميه قليلة ديال موارد هو اللي غدي نديرو الجسم ديالي اللي فيه كميه قليلة غتقدر تديريه للوجه و انصدر ديالك اللي فيه كميه كتير للجسم انا هنا الطريقة باش نزرب خديت هادك الطرف اللي بقى عندي ديال القرص وبركت عليها هكدا كيف ما كتشوفو راه ولا ساهل لف الوصفه الاولى ولف الثانية بسرعة صافيها هو ذاب باش ما ننقاش نساين هو كفوار الكيميه ديال الوصفه شفتوها دبارها كتير لانها فائرة في الاخر كيترجع بحال شكل ديال الحليب كيتلع و كيتعود يهبط الموكوين الثاني اللي غادي ندير و كيتلائم مع هاد دوليبران هو النشا ضروري ما تديري نشا إلا ما عندك شنشا ماشي مشكل نديري واحد الملعقة صغيرة كيف ما هكدا ديال دقيق كاللي كنقولولي احنا دقيق الفورس دقيق البيض ديال الحلويات داري ملعقة صغيرة صافي و خلطيها بحال هكدا ما كيتبانش لا دقيق ولا نشا ما كيتبانش ما كيتوليش عدنا عجينا لا لانا الكميه قليلا و لانا عدنا دوليبران دوليبران كيخليهاش تلصق مع بعض ياته و تديرنا بحال انباتس لا هو فقط نشا كيولي مبيض كتولي الوصفه مبيضة الموكوين الثالث اللي غادي نضيف هو الياورت يلا ما عندكش ضيفي هاد الجوب المثلت ولا المربع انا لانا الجوبن كيكون في اغلبية المنازيل الياورت هاد المسوس انا كيكون عندي بزاف لاناني كنا ناكل هكدا هاد الياورت مسوس كندير بوصفات الناس ما كيكونش عندهم هاد المسوس كيكون عندهم الحلوك خصوصا لما كانش يحد في الدارة عندهم مرض السكر راك يكون عندهم العادي الياورت العادي اذا بلا ما تشري لانا عندك الجوبن انا اكس بريدر جوج ديال الجوبنات باش ما غاديش تضطري باش تشري الياورت المسوس الى عندك داري ملعقة كبيرة في كل آنية يعني زيدها لكل وصفة ديال الياورت المسوس الى عندك هاد الطراب صغور هكدا خلطي بهراكي خلط مزيان بزف زف ولكن انا دبك ما كتشوفوه رابط اشي شوية لانا انا خسني بتدلو الحجرات الى ما عندكش خلطي هكدا انا خلط غير بالملعقة قطعت الفيديو قطعت الصور حتى خلطتهم مزيان ولانا هاد الوصفة الصحراويات كي يدروا فيها هاد المدية الوكسيجين ضروري ما تدري الجسم ديالك ما كي خسر والو وشي لك انا عندك الركاب يكحلين وفيهم الاتراس ولا الكعاب ولا اي منطقة المرافق واش غادي تدري لي هاد غادي درك لا ما غاديش يدرك بحركة حييتك شوية ديال الاسميرار اللي كي يكون ملفوق ديالك القشرة الميهيتة اللي كي تكون حمرة بزيف بحركة حييتها راه هاد انا ما كيضرش ما تدريش غير السطر ديالك و الوجه ديالك انا رضبت هنا جوج ديال الملعق صغر كيف ما كتشوفوا هادا ضروري اما 9%, من احسن 9% خصوصاً لك نعندك المانا تقعبوي بزيف سودك حنيه بزيف قال المنتاب Which me can add lillyger الوصفة تبجوج مضيف اي زيوت يجب ان يكون مجهد صافي هذا ما ادرت ليش هذا ما ادرت ليش الوجه اذا ما ادريش الوجه كيفما قدت لكم ولا الصدر راكان اللي بنات اللي بريد بيضه الجسم دياله كامله وكنا نفتنا في هذيك المرحله كن برغو نكون صغر كن برغو نكون زميلات كامله يعني جسم دياله كون بيض ف هذي الوصفة تبجوج ما اضيفوش اي زيوت اللي انه يلضفنا الزيت اش كي يجرى هذي الوصفة ما كيتشربهاش البشرة ديالنا ولكن الزيت ولا هذي الغليسيرين ولا اي زيت اخر زيت اللوز زيت الفوكا غادي نديروه من بعد غنقول لكم كيفاش غندير ليه هنا غنضيف واحد الكريم اللي يكون مرطب انا عندي هذي هذي نيفيا ولا هذي نيفيا الصوفت هذي بقي مفتوح بقي جديد انا كنشري هذي نيفيا الصوفت خصصا ديال العلبة غير ما لقيتوش عند هذي اللي كنخض من عندو واخديت هذي 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 انا هذي نديري لكن عندك هذي الحليب ديال نيفيا رحكي جراء عوزوين بثب ومهم ديالي شي كريم يكون يضغطون حليب هكذا كريمة مرطيبة ديريش حاجوه ما تديريش الزيت ضيفيش حاجة بحال هكذا هذيك اش كي تدير ماشي هي اللي كتبيض اللي كتبيض هي كتساعد فيها واحد المادة اللي ديرينها فيها اللي كتبين يدخل بسرعة في الجلدة ديالنا في البشرة ديالنا يعني فاش كتديري واحد الكريمة يضغطون را كتدهني بسرعة بحال كذا كيدخل في البشرة ديالك وغا تستفيد منه انا هكذا عفصو دا بس سبب علشان انا هكذا تقريبا نفس المقونات مع هذا كدير اكسيجيني والاخر ما درش فيه اكسيجيني او اخر ما درش فيه اكسيجيني الطريقة وانا البشرة ديالك وخا تكون نقيا وخامشين قيا لم تكن تقوم بسرعة غير انت ستبقيها كتماسي فيه مزيان 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 بالنسبة لغدامك خصوصي لو كان عندك الكعاب والبلاصة لاتخاص ديال الصندالة بالنسبة للمكي يلبسوه تقاشر ديري هكذا ديري هكذا وديري تقشرات وخليها تقريبا ما بينساها تنجو سوي او غسليها اما بالنسبة لبشرة ديال الوجه حتى هي راها زوين او غزالة بزاف ديري هالوجهك ما تصيم حتى الدخل راها تدخل ما تدخل ما بينساها حتى جسوه وغسليها هاد الوصفات كيفما قلت لكم راها وصفات صحراوية ما باش ما نقولش راهم وصفات ديال هاد المنطقة البنات ديال الصحراو و العيالات ديال الصحرا كيفما قلت لكم حتى هما كيتموا بالبشرة ديالهم بزاف تصيب السيدة عندها ستين عام ولا سبعين عام و تدير هاد الوصفات لا كانت بوحديتها ولا تقلل لك او كانت مع ابناتها تدير هاد الوصفات راهم زويني بزاف من بعد ما تغسلي ولا بد ما ترطبي اما بالحليب اما بالغليسيرين ولا بد ما ترطبي هاد الوصفات زوينة بزاف نتمنى انكم تدروها تعجبكم و تدروها و تردو علي الخبر سوف تديرها في التلاج و تبقى يديرها حتى تسالي و من الاستعمال الاول كتبه نتمنى انها تعجبكم السلام عليكم و رحمة الله